تطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة دولة العربية غدا الأحد ولمدة ستة أيام فعليات النسخة الأولى من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي تحت شعار نحو تشاركية مجتمعية مستدامة بمشاركة مائة شاب من خمس عشرة دولة عربية ويعد هذا النموذج منصة حوارية شبابية تساهم في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعداد جيل شبابي قيادي واعي قادر على تحمل المسئولية والمشاركة في الحياة السياسية